أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هذه الآيات من سورة آل عمران حقيقة لها رهبة صحيح من أكثر المفاهيم التي تعرضت للظلم في تاريخنا الإسلامي لا سيما في القرن الماضي وتم إسقاطها إسقاطات مؤذية جدا على واقع المسلمين وجعلها فزاعة مفهوم الولاء والبراء مفهوم الولاء والبراء جعل في فترة من الفترات فزاعة يتم تنزيلها على واقع المسلمين لإخراج الكثير منهم من الملة والتكفير وإلى آخره وقد حدث لهذا المفهوم تشويه حقيقي فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة طرح مفهوم الولاء والبراء بما يتناسب مع السياق القرآني وليس بناء على ما تقرره مدرسة فكرية هنا أو مدرسة فكرية هناك من أكثر المعاني التي أستغربها عند الحديث عن الولاء والبراء لا سيما موالاة غير المسلمين أن الولاء معناه الحب أنه يحرم عليك أن تحب غير المسلمين وهذا معنى عجيب جدا هذا يتناقض مع ما ورد في القرآن ويتناقض مع النص القرآني الله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وكلنا نعرف أن أبي طالب مات على غير الإسلام ماذا قال له وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه الآية أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه وعمه كان غير مسلم والآية الأخرى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين صحيح يعني أنا أستغرب كيف يأتي بعض الدعاء اليوم ويقولون بأن الولاء معناه تحريم حب غير المسلمين لأن هذا الحب يدقلك في الولاء المحرم يعني من قال هذا كيف يعني الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج إمرأة غير مسلمة كتابية ثم ينهاه عن حبها هذا يعني تناقض عجيب الولاء المنهي عنه في القرآن الكريم بعد تتبع الآيات معناه المناصرة أيها ولذلك لابد من العودة إلى الظرف الذي نزلت فيه الآية لنفهم في عموم الآيات في عموم الآيات التي وردت الحديث عنه ونجمع الآيات المشكلة التي تنشأ عندها هي مشكلة تنشأ من إن الإنسان من يقض آية أو حديث وينطلق به دون أن يجمع ما جاء في الباب من آيات وأحديث وأن يجمع حولها أيضا أقوال الفقهاء وفهم الفقهاء والسلف لهذه النصوص لكن أن يأخذ الإنسان من آية أو حديث وينطلق به بفهمه هو هكذا تكون الساحة الإسلامية يعني حالة من الفوضى لكن المهم هو هذه الآية طبعا هذه الآية مجملة 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 هذه أجمل آية في هذا الموضوع أكثر الآيات إجمالا لكن هناك آيات عديدة والإجمال يحتاج إلى بيان هناك آيات عديدة في صور عديدة تفصل هذا الإجمال حقيقة في مثل هذه القضية مثلا وجدت فتوى للإمام السرخسي حقيقة في كتابه المبسوط كان يتكلم عن أحكام الزواج ويقول وغير المسلم مكلف بهذا الخطاب لأنه فيه خدمة لآدميته لأنه يعني وصف بالآدمية فيجب أن هذا القانون يخضع لخدمته يخضع لخدمته يعني يستوعبه هذه القضايا يا أستاذي الكثير من الإشكاليات أننا نأخذ من الإجمال حكم تفصيلي يعني ويفهم من الإجمال لأنه لفظ عام هذه من الإشكاليات التي يقع فيها الكثير من أهل التفكير هم فقد عندهم التفكير فمالوا إلى التكفير ثم إلى التفجير يعني هذا تسلسل عجيب ويلجؤون إلى لي عنوق النصوص كارثة وين أن هؤلاء الذين فسروا الولاء بالحب يقول لك يحرم يعني أن تتعامل مع غير المسلم بمنطق الحب ولكن ما عندهم مشكلة أن يفتوا لولي الأمر بجواز استقدام القوات العسكرية غير المسلمة لمقاتلة دولة مسلمة ما عندهم مشكلة في ذلك وهذا يعني يجدون له فتوى ولا يدخل في باب الولاء والبراء المحرم لذلك أنا أعتقد أن نص الآية هذه حصلت فيها فضيحة كبيرة المفتي كان قد أفتى بعدم جواز استخدام الخدم من غير المسلمين بسبب الولاء نعم وثم بعدها بشهور قليلة أفتى بجواز استخدام الأمريكان ما هي المشكلة لذلك أنا هذا هذا اللي بقوله بأنه هذا حصل تشويه حقيقي لمفهوم الولاء أنه أنا ما بصير أتعامل مع غير المسلمين بالولاء لأنه أخي ولاء براء ولاء براء فورا بيقول لك ولاء براء طب يا أخي استخدام القوات الأمريكية ومقاتلة بلاد المسلمين هذا ولاء براء أولا لا لا هذا طاعة لولي الأمر أي تشويه للإسلام أكثر من هذا التشويه الذي نقوم به باسم الإسلام اليوم لذلك يعني رحم الله الشيخ محمد الغزالي عندما قال بأن الإسلام قضية عادلة محاميها فاشل وقال بأن بأن أسوأ أو أشد الناس تشويها للإسلام هم المسلمون اليوم أحياني كون المحامي مرتش يعني إلى حد ما يعني حقيقة أنا أنا أفكر في مسألة يعني حقيقة هذه الآية كان السبب بذهاد بلد مثل العراق أو في المنطقة حقيقة فيها يعني يعني طريقة معالجة الإشكالية بإشكالية أكبر نرجع إلى هذه الآية جاءت بالمناسبة بعد آيات فيها السياسة يعني فيها التغيير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملكة من تشاء وتنزو من تشاء وتذل من تشاء يعني هي الآية جاءت بسياق أن السنن الكونية متغيرة فإذا ما قبلها فيها تفصيل هي جاءت مجملة فيحمل على ما قبلها يحمل على ما قبلها بالمناسبة روى الإمام الطبري هنا حول هذه الآية أنه قسم يحتاج إلى أن تتقوا منهم تقى يعني كيف يعني يعني لأجل الضعف قال ألين بالقول والمفاصلة في العقيدة يعني تكون أهل الفتوى يقول أننا ليس مصطرون وقول له قولا لينة هذا القول اللين هل يدخل في الولاي والبراء لا استخدام أنجع الوسائل في إيصال ما نسعى ليه ونفكر فيه هو المطلوب على ذكر في مرة أحد الشباب قال لا يجوز أن مثلا الشباب يتعلقون بمسه لأنه يتدخل بالولاء والبراء قالوا بالله عليكم إذا تزوجت زوجة غربية تقول أنا أبغضك في الله يعني أكرهك في الله يعني كيف يكون أحد ينجي منها أو لا ولهذا يعني وجد عند أحد الفقهاء قولا طبعا فقهاء الحنفية يعني مثلا علي حيدر أفندي أو غيره يقول أن احترام آدمية الآدمي كما ذكرنا الإمام السرخصي مرة يعني أنه يهتم هو جزء من الولاء والبراء أنك أنت توالي إنسانية الإنسان يعني ذهب بعض العلماء أنه لو توقع ضرر على غير المسلم وأنت تستطيع أن تدفع الضرر قد تقع في الضمان مثال أننا أمشي بجوارنا وشاهدت شخص يعني هو يريد أن يغرق هل أسأل أنت مسلم أم كافر ثم إذا كان مسلم أي مذهبك ثم من أين ثم يعني هنا يجب على عنقي أنني أقوم بإنقاذه هذه المسألة حقيقة يا سيدي يا سيدي اللفظ العربي السليم واضح المعنى ولا فلان فلانا ناصره ولا فلان فلان ناصره من أين جئنا بقضية لأنه راحوا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله من حد القضية وين القضية حتى يوادون يوادون هذه عملية مفاعلة هذه عملية حركية عملية سلوكية ليست عملية مشاعرية فقط يوادون عملية مشاركة فهي عملية سلوكية أصلا اللفظ اللفظ يدل عليها نرجع للآية الآية واضحة جدا في أن الله عز وجل يأمر المؤمنين أن لا يناصروا الكافرين في أي موقف من المواقف على المؤمنين ما بصير أنا اليوم الإسلام يرسم حدود العلاقات حتى في العلاقات الدولية وهي تتكلم عن حالة من الصراع طب تماما يعني في صدام قائم ما بين المجتمع المؤمن والمجتمع غير وخصومه لا يجوز للمؤمنين أن يناصر خصوم المجتمع المسلم في مثل هذا الصراع لذلك اليوم على سبيل المثال لما بنتكلم عن هذه الآية هذه الآية تتجلى في واقعنا بشكل فضيع جدا عندما نتحدث عن ما يجري من حصار لقطاع غزة صحيح وهذا الحصار يخدم الصهاينا وتمارسه دولة مسلمة ماذا يمكن أن يكون من وصف دول تمارسه دول ماذا يمكن أن يكون من وصف لهذا الحصار غير أنه ولاء وموالاء ولي ارتقى إلى مستوى إلى مستوى مظاهرة الكافرين على المسلمين تمام مساندة لسه أخطر من الموالاء هذا أخطر من الموالاء هي أخطر هي أعلى رتبة من رتب الولاء للأعدال اللي هي المظاهرة مظاهرة الكافرين على المسلمين مساندة كافر على المسلم صحيح ماذا يمكن أن نسمي الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني أنا في عندي كيان يحتل أرضا مسلمة ويشرد شعبا مسلما ماذا نسمي الهرولة من أجل إقامة علاقات معه غير الولاء وهذا الذي يدعي أنه استخار الله في لقاء نتنياهو بيقول لك أنا أستخير الله في لقاء نتنياهو صليت استخار قبل أن أصبح نتنياهو إذن أصبحنا وصلنا إلى مدخلة حدثني قلبي عن ربي نحن اليوم أنا أقول نحن بحاجة إلى وضع آيات الولاء والبراء في موضعها الحقيقي على مستوى الأمة لا على مستوى الأفراد وهذه الآية المجملة هناك ما يفصل هذا الإجمال يعني مثلا في صورة الممتحنة يا أيها الذين آمانوا لا تتخذوا عدوه وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة حتى هنا المودة شوفوا عبر عن أي عن الحدث بالمودة الحدث ما كانش في مجرد المودة ولكن عبر قال تلقون إليهم بالمودة يعني تعبينون ذلك يعني اللي حصل هو إيه السلوك اللي حصل إن سيدنا حاطب بن أبلتع أرسل برسالة إلى المشركين يخبرهم فيها بإيه بتوجه الزحف الإسلامي إليهم هذه مسألة يعني طبعا يعني هي خيانة عظمة هي خيانة عظمة للدولة يعني طبعا سيدنا حاطب يعني رفع الله عز وجل عنه الإثم والخطيئة بما قدم هذا فيه نصه خلاص موضوع انتاء يعني نعم نعم إنه كان مبدبد بدريا وأهل بدري إيه رسالة صلى الله عليه وسلم قال فيه عن أهل بدري أنهم إيه أنهم افعلوا ما شئتم فإيه فهنا يعني الآيات الأخرى بتفصل ما أجمل في هذه الآية فلكين يسهل علينا هذا يعني الفصل بين الولاء وبين العلاقات الإنسانية يعني الولاء للأعداء شيء والعلاقات الإنسانية الفطرية الطبيعية شيء آخر ولاحظوا أن العلاقات الإنسانية هي التي تماهد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني رسول الله عليه وسلم عندما صعد على جبل الصفة ونادى ونادى عشيرته تمام ونادى قومه هل كان يناديهم وهو بغضهم في الله هل كان هو نادهم ليهديهم إلى الله عز وجل سيدنا إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي بخمة الود يعني يعني نادهم الأصل هو أن العلاقات الإنسانية الفطرية هي علاقات التواصل الأصل أن الناس مفطورين على التواصل وقال كيف يقبل عليك من تبادره بالكراهية نعم فالأصل ولذلك يسعر علينا أن نفرق يسعر علينا عندما نفرق بين الأنظمة والشعوب على الأقل يعني عندما نفرق مثلا في هناك أمم محاربة للأم الإسلامية مثلا دول الغرب محاربة للإسلام نفرق في هذا بين الشعوب وبين الأنظمة هذه واحدة الثانية نفرق بين أنظمة تعلن العداء والحرب وأنظمة أخرى ربما لا تعلن العداء ولا الحرب ولا إيه وليست داخلة في سلك العداء وللإسلام والمسلمين وإن لم تكن مسلمة فنفرق بينهم والآيات فرقت قالت إيه يودون من حاد يودون من حاد الله ورسوله فالذي يحادد الله ورسوله ويشاقق الله ورسوله شاء طبيعي أن لا أدخل معه في قضية المودة أما غير المسلم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء الولاء هنا لا علاقة له بالمحبة يعني أنا مع هذه الفكرة تفريق بين العدو أو ظاهر العدو المجابه وبين الإنسان العادي في العلاقات الإنسانية اليوم المشكلة كما ذكر الدكتور عزام قبل قليل بأنهم أسقطوا مفهوم الولاء على العلاقات الإنسانية وأغفلوه عن ثموتاء العائية وأيضا انتقل المفهوم الآن من الولاء إلى ولي الأمر يعني أصبح المايار ولي الأمر يعني أنت خيل هذه المشكلة في التلاعب في الألفاظ كذلك حركة الإعلام و الفهم قبل أيام هم يوالون ولي الأمر نعم ضد الله صحف الله عظيم الآن كيف المشكلة لأنه ليس مثلا نتكلم عن غزة ربما غزة هناك قد تكون إشكاليات معينة قد تبرر بعض الأشياء وهي مرفوضة جملة وتفصيلا حقيقة ليس لها وجود كيف الكلام عن الأقصى والمسجد الأقصى القدس يعني وجدت بعض العبارات من أحدهم يقول أن اليهود أولاد أمومتنا والله عبد المعين صدق الذي هو يعني زعيم السامرة قد يكون بعبارته أكثر ولاء وبراء من كثير من الذين يدعون الفكر وكتابة الفكر تجاه المسجد الأقصى ومستقبل المسجد اليوم الكلام عن مثلا قضية القدس أنها قضية شأن فلسطيني بحجة أن هذا الموضوع يرجع لولي الأمر هذا الموضوع لا يخضع لأحد القدس هي شيء مقدس هي الولاء وبراء هي معيار الولاء وبراء هي الفاصل هي حقيقة التي يجب أن يعني نعيد تفسير كلمة الولاء وبراء على ظوء ثوابة الأمة وثوابة الأمة لا تتغير ثوابة الأمة من القضايا العجيبة في الولاء وبراء أن الفقهاء يقسمون المخالفين إلى أقسام نحن نعرف في يوم الأيام اتصل الصحفية نصرانية مسيحية قالت كيف تفسر الولاء وبراء قلت لها لماذا؟ قالت أنا أريد أن أقوم بمؤتمر عن الأقليات الدينية وحقوق الأقليات قلت لها مصطلح الأقليات الدينية غير موجود في الفقه الإسلامي والتعايش السلمي غير موجود لأن الأقلية والأكثرية هي تخضع لمبدأ الحق ليس من ببدأ العددية قالت طيب هي لبنانية قالت طيب من أين يعني من الذي جاء بهذا المصطلح قلت لها فرنسا حينما احتلت لبنان ليس يعني حقيقة الفقهاء الدولة العثمانية بدليل أن هناك شروح وضعت لكثير من المسائل الفقهية للفقه الحنفي من نصارى ومن يهود أيدوا فيها ما تجه إليه الفقه الإسلامي قالت طيب والكنيسة الأرثوديكسية قلتها الكنيسة الأرثوديكسية رغم أن الدولة مثلا العثمانية والفقهاء أخذوا عاصمة الأرثوديكس التي هي القسطنطينية اختارت الكنيسة الأرثوديكسية أن توالي الخليفة المسلم أن تكون مع الخليفة المسلم لأنها تحافظ على ذاتها أفضل مما تذهب إلى موسكو اليوم كثير من الناس ينظرون إلى موسكو لحل المشاكل مثل المشكلة السورية وغير المشكلة السورية بصراحة أخطر مفهوم يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى مؤتمرات وضبط المصطلح على ضوء قراءة الفتوى وحركتها في التاريخ وأثرها في دفع الفتن هو هذا المصطلح وإذا كان الناس يسئون الفهم لنصوص القرآن لنفسه فلا نستبعد ولا نستغلب أن يسئوا الفهم لنصوص مفكرين كبار مثل الأستاذ سيد قطب وغيرهم يعني من أكثر المفكرين الذين عالجوا هذه القضية في كتبه الأستاذ سيد قطب في كتابه الظلال وفي أكثر من كتابه ورجل تعرض لهذا القضاء بالتفصيل واهتم بها تماما بالغا لكن كثير جدا ممن أساءوا في الواقع استخدام هذا المعتقد كثير منهم انطلقوا من كتابة السيد قطب لكن الحقيقة نحن لا نستغلب عليهم إذ أساءوا الفهم لكتاب الله نفسه أن يسئوا الفهم لكتابات السيد قطب رحمه الله ثانيا التفسير هو اتجاه السيد رحمه الله غالبا يميل إلى العبارات الأدبية والعبارات الأدبية هي تتعلق لا ينبني عليها مثلا صورة نقول مطابقية كما في علم المنطق وإنما صورة تضمينية صورة تضمينية وليست مطابقة لمئة في المئة المفهوم بالضبط لهذا مثلا تعقب كثير من القضايا أحيانا نحن نتكلم وجدت أن المستشقين والعلمانيين يخافون من الشيخ عبدالقادر عودة أكثر بما يخافوا من السيد قطب لأن السيد قال هذا ممكر لكن عبدالقادر عودة في التشريع الجنائي في الإسلام قال هذا النظام الحكم هذا النظام الحكم بمعنى أنه بين الولاء والبراء من خلال نظام الحكم ليس من رفض الأشياء نحتاج لقراءة منهج أنصار تعبير السيد بقراءة منهج الأستاذ عبدالقادر عودة لتحقيق مفهوم الولاء والبراء هو سيد رحمة الله عليه إن لم يقرأ في سياقه يظلم صحيح وفي مرحلته طبعا لأنه مرة بفترة كانت فيها أهوال هائلة فكثير من كتاباته لو نحن كنا في موقعه ونتحلى بما وهبه الله من موهبة لربما وصلنا إلى ما وصل إليه لأن هذا هو السياق وهذا هو الظرف بعد ذلك تأتي إلا أن تتقوا منهم تقاه وفي هذا كلام طويل يعني نحن عندما نأتي إلى مفهوم التقية للأسف اليوم لما يذكر مصطلح التقية ينصر في الزهن مباشرة إلى الشيعة الذين يعدون التقية دينا لهم ونسبوا إلى جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال التقية ديني ودين آبائي لا دين لمن لا تقية له ولكن التقية التي وردت في القرآن تختلف عن هذه التقية التقية عند الشيعة هي أن يظهروا لأهل السنة خلاف ما يبطنون تجاههم من مواقف يعني بمعنى أنه أن لا يعلنوا مثلا في حال الضعف أن لا يعلنوا سب الشيخين أبي بكر وعمار أن لا يعلنوا بغضهم للصحابة وإلى آخره بل أكثر من ذلك يعني هي حالة من النفاق لأنهم في بعض نصوصهم يقولون إن فلان كان يصلي بهذا الشكل تقية يعني حتى في العبادات صحيح يعني كان يتظاهر بما لا يعتقد وهذه عبادة وهذه كارثة طبعا فلذلك نحن لا نريد أن ندخل في الكلام عن تقية الشيعة في هذه الآية الله عز وجل يبين بأن يعني يطرح المبدأ العام ثم يطرح القضية الواقعية اليوم كثير من الناس الذين أو الجهات أو الدول التي تنحرف عن جادة الحق مباشرة بترفع شماعة الواقعية السياسية أنه يا أخي نحن يجب أن نتعامل في السياسة بواقعية أو الضرورات بواقعية الواقعية السياسية الواقعية السياسية طيب يا عمي الله عز وجل بعد أن ذكر المبدأ العام جاء إلى الواقعية السياسية قال إلا أن تتقوا منهم تقار ولكن هذه التقية لا يقصد بها حالة التماهي الذي يلبس على الأمة ولا يقصد بها حالة الموالاة في الدخول في تحالفات ضد الأمة التقية معناها أن تحاول وهذا مفهوم اللغوي أن تحاول أن تتقي في حال عدم قدرتك على المواجهة أليست هذه شبيهة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تماما هو الاتقاء لذلك أنا بقول الاتقاء هو الدفع أن تدفع آذاهم عنك بالطريقة التي تستطيع من خلالها استمرار حركتك أن لا تدخل في مواجهة معه ولكن بالمقابل يعني إذا اضطررت إلى التعامل مع هذا العدو أي نوع من أنواع التعامل أن يكون قلبك مطمئنا وهو الذي عبر عنه الدكتور عثمان بقضية المفاصلة العقدية أن يكون هناك مفاصلة باطنية واضحة حقيقية بعض المفسرين استذل بما حصل مع عمار ابن ياسر رضي الله عنه وقارنه بما حصل مع بلال رضي الله عنه يعني بلال أخذ بالعزيمة هذا فيه جواب عند الإمام أحمد يرويه الحقيقة من الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيره أن الإمام أحمد حينما تعرضت الأمة إلى فتنة الخلق القرآن رفض أن يقول قوله وأقسم أن لا يتكلم مع شخص قال هذا القول فيروى في الأخبار إن شاء الله لم تخن الذاكرة قرأتها قبل السنين والآن تذكرت أنه يحيى بن معين قال معروف أنه قال بهذا القول فرفض الإمام أحمد أن يتكلم معه وكان بينهما صحبة صحبة وتدبيج دخل لزيارة الإمام أحمد فسلم عليه فأجاب ابن الإمام أحمد عبد الله لكن لم يجب قال ألم أكن مكرها ألم أكن مضطرا فوصل إلى الباب فماذا قال الإمام أحمد قال لم يكن مكرها بل كان يخشى الإكراه وخشية الإكراه غير الوقوع في الإكراه يا سلام ولهذا ذهب أهل العلمي أن يعني ممكن أن تقع لعمار لكن لا يمكن أن تقع لأبي بكر لا يمكن أن تقع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر إليهم هذا واحد اثنين لو حللنا موضوع التقية بالمناسبة الكثير من الإشكاليات هما ممكن تفكيكها ببساطة أنا ذهبت إلى النصوص الموجودة في الكافي وغير الكافي حول التقية وفهمها وعرضتها على كتاب معجم رجال الحديث للخوي مركز الإمام الخوي عندكم في لندن لم نجد حديثا واحدا صحيحا بحسب معايير علم الجرح والتعديل عند الشيعة يثبت عليه وينبني عليها هذا الحكم فبالتالي الخلاف انتهى نحتاج إلى طرح الموضوع عن طريق الحوار وقناتكم قناة حوار يعني هذه خطوة مباركة أنا نتصور أن إلا أن تتق منه التقى هذه تنطبق فوقان المعاصرة على إيه على عملية سياسية تبلوماسية يتحاشى بها القائد والزعيم ورئيس الدولة يتحاشى بها الصدام في معترك هذه الصراعات المتداخلة دون أن يفرط في الثوابت يعني ينطلق القائد والزعيم الذي يستبطن مقاصد شرع الله تبارك وتعالى هي تسمى الاستطاع والتكليف نعم يعني هو ينطلق في طريقه فعندما يعني تكون الغلبة في الأرض للباطل ولأهل الباطل فهو ينتهج سياسة ودبلوماسية هذه السياسة الدبلوماسية تأخذ منهج المداراة المداراة والتقية والمرونة بحيث بقدر الإمكان تحصل أعلى قدر منكم من المصالح بأقل قدر منكم من المفاسد وتذب عن الأمة الإسلامية ما يمكن ذبه من المشكلات دون أن يحفر طواف الثوابت فهي في هذا الإطار سياسيا تكون في هذا الإطار لكن فقط أنا أريد أن أعود أيضا إلى أصل الآية ربما إحنا انطلقنا من موقف الاحتراز أكثر من الأصل في الآية يعني بدأنا بالاحترازات ويدا مهمة حقيقة هذا هم ملح الاحتراز من الفهم الخاطئ للآية يعني بدأنا به وهو مهم لكن عندما نعود لآية نفسها نجد أن الآية نفسها تخاطب الأمة الإسلامية خطابا نحن بحاجة إليه الآن فعلا ننظر إلى الأنظمة إلى هذه الأنظمة التي تقود المسلمين الآن كلها في خندق الأعداء يعني ليس فقط عملية مثلا علاقات دولية لا لا ليست علاقات دولية إنما هم في خندق الأعداء تجاوزوا الموالجات إلى المظاهرة يعني صاروا كلهم في خندق الأعداء فالآية تتوجه إليهم حتى يعني يوجد آيات كريمات عندما تقرأ الآية يعني تقول إن هذه الآية لم تنزل ربما انطباق الآية بكلماتها ومعانيها وظلالها على من هم في أيامنا هذه أكثر من انطباقها على الذين نزلت فيهم في أول مرة مثلا في صورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليمة الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمن آبطون عندهم العزة فإن العزة للا يجمع شوفيني يعني عندما تقرأ الآية تشعر بالفعل والله عندها نزلت اليوم يعني انطباقها على الزعماء الحاليين أشد من انطباقها عمن نزلت فيهم أيضا في صوت المائدة بعد النهي عن مولاة اليهود والنصارى فترى الذين في قلوبهم مرضوا يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يا سبحان الله يعني وشوف تنطبق حتى ربما لو انت ذكرت مسميات تحجم المعنى تنطبق على كل هذه الصور فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني الآيات نزلت بتفصيل بالفعل آيات الولاء والبراء كأنها نزلت هذه على فكرة وهي تحكم أساة الأمة الحالية أي نفس الحجج التي يستخدمونها فيما يسمى بالحرب على الإرهاب أعدوا قوائم لما يعتبرونه مؤسسات إرهابية وأشخاص يعتبرونهم إرهابيين وبدأوا يروجون لها عند الآخرين ويحرضون عليها يعني الآن بعض الدول العربية كل همها أن تقنع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول بأن المؤسسات الإسلامية الموجودة لديكم وكثير من المساجد وهؤلاء الذين يقومون على هذه الأعمال هؤلاء خصوم لنا ولكم فتعالوا نتعاون عليهم تعالوا نقصص أجنحتهم ونقلم أضافرهم الآية بالضبط تحكي عن هذه الحالة لذلك بنشوف أن الله عز وجل قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء لا علاقة له بالله عز وجل ولو كتب شعار التوحيد على علمه ولو صلى العيد والجمع مع الناس في الصلوات الأولى ولو راح ضر احتفال المولد النبوي ولو راح وقال واستشهد في كتاب بكلماته بالقرآن الكريم كل هذا لا ينفعه ينفعه سلوكه لأنه ليس منطقيا ولا طبيعيا ولا يتصور أصلا لا يتصور أن يكون له علاقة بالله عز وجل وهو بكل طاقاته وقوه في خندق أعداء الله تبارك وتعالى هذا ليس متصورا القرآن الكريم حتى كمان بيعلمنا كده أن نحن نكون واقعين برضو فوز الأمور مش نتخيل أن واحد معين عشان هويته إسلامية وعشان خطر في العيد يصلي في العيد والعالمين للناس ولا في بعض الجمعات والعالمين ينقل للناس أنه هو أن الهوية سألأ نخلينا واقعيين ليس فلا ليس من الله في شيء يعني وإن الدعا وإن دعا فهو ليس من الله في شيء لذلك لماذا ذكرت هذا لأن اليوم البعض بقول لك لا يجوز الخروج على ولي الأمر ما أقام الصلاة فيكم كيف يعني أقام الصلاة فينا يعني إيجا صلى الجمعة أقام الصلاة فينا يعني إيجا حضر صلاة العيد أقام الصلاة فينا أنه سمح لنا بالصلاة أقام الصلاة فينا بمعنى أنه أقام ما تقتضيه الصلاة ما تقتضيه الصلة بالله عز وجل ما يقتضيه الخضوع لله عز وجل الذي يوالي أعداء الأمة الذي يساندهم على المسلمين الذي يعلن مساندة أعداء الأمة على المسلمين هذا ليس من الله في شيء ومادام ليس من الله في شيء الأصل أن لا يكون من المسلمين في شيء أن لا يكون يعني لا يقبل المسلمون لا طاعته ولا الخضوع له مهما أفت المفتون له ومهما قالوا بوجوب طاعته هذا لا طاعة له ويجوز الخروج عليه بل يجب الخروج عليه وإزالته من الحكم لا يجوز أن يحكم المسلمين ولا يجوز أن يكون على سدة الحكم شخص يقف في خندق الأعداء ويوجه سهامه على الأمة الإسلامية يعني هم دول اللي بتطبق عليهم الآيات مش الشعوب اللي هي ربما نرى أن كثير منها في فترة يعيشوا في فترة اللي بتبلوه دعوة الإسلام ومع ذلك يحملون في قلوبهم حبا للعدل والحق وربما تظاهروا ضد أنظمتهم من أجلنا يعني نحن نرى أن شعوب في بلاد كثيرة تتظاهروا من أجل قضايا الفرسطينية نعم نصرة لقضايا العدل والحق ورأيته مرة في مرأة لا أولاد يحرم محبتهم يصرفون الآيات إلى هؤلاء ويتركون من نزلت فيهم الآيات بالأصالة من نزلت فيهم الآيات بالأصالة فهذا نوع من تزوير في الخطاب وعلى فكرة دا يدعونا إلى كيف نتعطى مسألة تجديد الخطاب تجديد الخطاب يعني تجديد الخطاب ههم جدا جدا هذا الاجتزاء في الخطاب وقلب الدلالات بتاعت النصوص وسوء التنزيل للخطاب كل هذا من وسائل التزوير في كثير جدا جدا من صور الخطاب على ذكر المناصرة القضايا كنا في بريطانيا لما ننظم مظاهرة إما مثلا في معارضة لغزو العراق ومن أشهرها المظاهرة الماليونية لجهدات الشوارع لندن أو كثير من المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية ولغيرها من قضايا الحق والعدل يشارك معنا عدد هائل من غير المسلمين بل هم السعود الأعظم يعني نحن ننظم معهم يعني نحن نشارك معهم في التنظيم ولكننا عدديا أقلية بالنسبة لعددهم بعض الجماعات الإسلامية ترفض المشاركة الولاء بحجة أن هذه المظاهرة يشارك فيها كفار ويصرون على تنظيم نشاطات خاصة بهم لا يدعى إليها من يسمونه كافر والسبب في ذلك تشويه مفهوم الولاء والبراء هذا هو حماقة هو عنده مشكلة في الولاء والبراء مع هؤلاء أما أصل المشكلة اللي هو الذي جلد ظهور المسلمين والذي أخذ أموالهم والذي سرق ثرواتهم والذي والى أعداءهم والذي ساند المغتصبين لا هذا مدام يقول لكم صلوا يمن على الشعوب بأنها تصلي أقام الصلاة فيكم فلا يدعى وتشويه المفهوم هذا يؤدي إلى تعطيل دلالاته الحقيقية يعني إذا شوها المفهوم وصرف إلى غير ميدانه فإنه هذا الصرف يؤدي إلى تعطيل دلالاته الحقيقية هناك القواعد الأصولية هنا تتحكم أحيانا حقيقة يعني في مسألة هي الآية بدأت بالنحي صح؟ ثم بعد ذلك كما يقول الإمام القرطب والطوري أيضا ثم بعد ذلك جاء الاستثناء فيكون عند اللغة يسمى استثناء مفرغ يعني بمعنى لا يقوم إلا زيد يقوم زيد يعني يكون فاعل سبب وجود النهي والاستثناء لمنع القياس لمنع القياس حتى لا يقاس على يعني إلا أن تتقوا منهم تقاتل على هذا الأساس قال أهل العلم يعني من بينهم طبعا الإمام الغزالي رحمه الله وينقله عن الشافع يقول لا يجوز أن يفعل المكلف أمرا يجهل به الكثير من الحركات الإسلامية والكثير من مواقفنا هي تقدم مشروع بما تطبح ليس بما تستطيع بما تطمح ليس بما تستطيع ثم إذا وقعنا في إشكالية معينة نرجع إما إلى طريقة الموالاة المفرطة يعني أو إلى طريقة الرفض المفرط لأنه البداية بدأت هي خارج الاستطاع والتكلف هذا واحد اثنان المسألة قد نطالم نحن يعني عفوا يعني لو يفكر كل بلد كل مجتمع أنه ينظر إلى واقعه تنزيل الأحكام على الواقع بمعنى الاستطاع والتكلف شيء مهم كلنا ممكن أنه شخص يعرف أنه بني الإسلام على خمس لكن قد يموت وهو لم يحقق إلا الصلاة وشهدت أن لا إله إلا الله لا يملك مالا ومريض فالتكليف غير الاستطاعة التكليف غير الاستطاعة التي هي ينبني عليها الحكم قد يعني ندخل في مسألة مهمة نحن نحتاج إلى بيان ضوابط الولاء والبراء على ضوء الاستطاعة والتكليف على ضوء الاستطاعة والتكليف بمعنى من جهة الولاء والبراء موجودة ومن جهة إلا تتقوا منهم تقات الطرف الذي يهرول إلى أمريكا وإلى الكيان الصهيوني يأخذ بالشق الأخير والطرف الذي يمتنع من كل شيء يأخذ بالشق الأول دون أن ينظر إلى الوسائل في الشق الثاني الأول مقصد والثاني وسيلة والجمع بين الوسائل والمقاصد مطلوب وإن كان هذا الذي يهرول لا يفعلها لأنه يريد أن يتقم منهم تقاط فأصبح ما يقوله ولي الأمر يقدم على البخاري ومسلم والشافع وأبي حنيفة والمذاهب الأربعة وتجربة الأمة وقرار الأمة يعني أن نقولها بالصراحة إذا كانت العصمة عند بعض الطوائف هي تنحصر في 12 إماما أو 7 الآن الآئمة المعصومين أصبحت عوائل مقدسة هي تحكم وأنظمة فاسدة هي تتولى ليصل إلى ممكن أن يكون ضابط في الشرطة يمشي في الشارع يكون هو معصوم من الخطأ الإشكالية هنا حقيقة أننا الذي يتولى بيان الأحكام الشرعية هم مدرسون للفقة مدرسون للأحكام ليس هم وصلوا إلى مرحلة فهم النصوص والاجتهاد والبحث فيها يعني رحمه الله حقيقة الشيخ عبد الحميد بن باديس طلبت فرنسا لمن يريد أن يكون قاضي أو مفتي أنه يأتي وردد الشهادة أمام الحاكم الفرنسي فقيل أن الشيخ بن باديس قال والله لن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد رسوله مخافة الخروج من الدين مخافة الخروج من الدين تماما كان يقول لو طلبت مني فرنسا أن أقول لا إله إلا الله لا خرجت من الدين بمعنى ذهب وأسس المؤسسة التي هي خاصة التي يستطيع فيها أن يحرك تقى منهم يعني وأخذ الصلاحيات المطلوبة ثم بعد ذلك تحرك ثم بعد ذلك انطلق ثم بعد ذلك توجه شوف عند العامة عند الأتباع صح المشكلة هي مشكلة علم وفهم وفقه لكن عند رؤوس القوم مشكلة أخلاق حتى هؤلاء يوالون أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية عن مودة وعن حب وعن إقبال هؤلاء ينطلق عليهم قول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون هؤلاء مع الشياطين مع أمريكا ومع الكيان الصهيوني ومع كل هؤلاء المجرمين هم في حالة معية تامة كما قال الله عز وجل أنهم يبتغون من هؤلاء العزة هم يعلمون بأن كراسيهم وبأن عروشهم هي معبودهم فلا يمكن الحفاظ وهكذا يعني يلبس عليهم الشيطان ويسول لهم وأن كراسيهم وأن أنظمتهم لا يمكن أن تستقر إلا برضى أمريكا وبرضى الكيان الصهيوني فهم مستعدون لمعادات شعوبهم ومستعدون لمعادات الأمة في سبيل الله فهم أقل عندهم إلى مستوى يعني أعوص من مجرد المحافظة على الكراسية والعروش وصل إلى مستوى بالفعل يعني الالتحام الالتحام معهم يعني صاروا كأنهم يعتقدون ما يعتقدون وصاروا كأنهم يحبون ما يحبون يعني صار بينهم بالفعل هذه المحبة وهذه المواد ده وهذه اللحمة الحقيقية لأن أحيانا مثلا تفكر أن لو هذا زعيم من هؤلاء لو أنه يعني ناصر القضية الفلسطينية على سبيل المثال ولو كده هكذا يعني من وراء الظهر فإن حمايته الحقيقية حماية عرشه الحقيقية يعني أنا أعتقد أن الجهاد الفلسطيني يعني هو يحمي هؤلاء هذه العرش من بطش إسرائيل زوال حكمه يعني لو أن هذه صمام الأمان هذا زال فإن جميع هذه العرش سوف تهدد هم لا يرتقون إلى هذا الفهم ولكنهم بالفعل صاروا يحبون الكفر نفسه يحبون الكفر نفسه ويعشقونه ويحبون الكافرين لكفرهم يحبون الكافرين لكفرهم فالمأسالة عندهم يعني يجب أن تصرف الآيات إليهم تحديدا إلى هؤلاء الزعماء يا شيخ إحنا موقع احتلال لعراق من غرائب الأمور صدرت فتوى باعتبار بولي بريمر هو الحاكم الشرعي ولي الأمر أنا سمعت الفتوى الذي أصدرها هو أحد شيخ المداخلة وهو عضو هاي الكبار العلماء تصور أنه كيف استدل في الأمر أن المذيع يسأل ما حكم الاستجابة لمجلس الحكم الذي شكله بريمر وما حكم الاستجابة بالبريمر فقال إن بريمر ولي أمر شرعي تجيب طاعته واستدل على ذلك بأن عزيز مصر كان غير مسلم وكان يوسف عليه الصلاة والسلام وزيرا عنده وقد أطاعه فيوسف عليه الصلاة والسلام خضع لولي أمر غير مسلم فأي استدلال عجيب هذا أي تحريف للكلم عن مواضعه هذا ربما جاء بآية ولكن يعني عفوا فيها شبهة نصح تعبير باطل على باطل أي إجرام هذا ولكن الاستدلال الأغرب أنه سئل لماذا أحدهم في العراق قال بما أن الجيوش الأمريكية خرجت من بلاد مسلمة فأصبحت مسلمة عرفا إيه نعم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت يعني يقولهم كأفراد نكفرهم كمنظومة هي خرجت من منظومة أقرتها يعني دول مسلمة والنظام العراقي غير مسلم فلذلك والغريب ذهبوا مذهبا آخر يعني حتى أنهم يعني حقيقة وقفوا ضد المقاومة التي ظهرت بالمناسبة يعني اجتمعت حول الشيطان الأكبر فتوى المداخلة وفتوى ولاية الفقه حول احتلال العراق القضية هنا حقيقة ترجع إلى مسألة هل فعلا هل فعلا يوجد هناك من يؤصل للسياسة الشرعية وضوابط السياسة الشرعية كيف تقرأ كيف يعمل فيها كيف تنزيل الأحكام هذه الإشكالية أن هذه الطبقة هي رفضت مفهوم السياسة الشرعية واكتفت بوجود ولي الأمر فعطلت الشورى بسبب هذا أصبحت الشورى خادمة للسياسة خادمة لقرار ولي الأمر وعطلت القضاء وأصبح تابعا لهذا فبالتالي المسألة هي أحكاية عندما جعل الحرية مقصدا من مقاصد الشريعة طبعا وعندما قال بأن الحرية هو قال الحرية ليست قسما من مقاصد الشريعة هي قسيم الكل الضروريات الخمسة هي قسيم الدين وقسيم حفظ الدين وقسيم حفظ النفس وقسيم حفظ المال وقسيم حفظ النسل وردها إلى الفطرة وردها طبعا هو يجعل الفطرة هي مدخل المقصد الحرية أي أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق دينه بغير حرية تحرير هذه المفاهيم هو جزء من الدين لا إكرارة الدين قد تبين الرشد من الغير تحرير مفاهيم الولاء والبراء في ظل الاستبداد السياسي تحرير مشوه فلابد من أجل أن نحرر المفاهيم ونعطي المفاهيم حقيقتها أن يكون ذلك في جو من الحرية ولذلك الفقه السياسي الإسلامي وفقه السياسي الشرعية لا يمكن أن ينشأ في ظل الاستبداد صحيح لا يمكن الفكرة مجمل تراثنا في الفقه السياسي هو نشأ في هذه الظروف للأسف لذلك تجد من ينسبون إلى التنبير السياسي فلذلك نشأت فكرة القول بالإمام المتغلب ووجود طاعة الإمام المتغلب كان بعضهم على الأقل منهم من كان فعلا مبدعا ومجددا مثل إمام ابن تيمية رحمة الله عليه شوف إمام ابن تيمية نشأ في ظل لا يوجد ما فيه دولة لكن بعضهم كان يكتب كفقيه سياسي لكي يضفي مشروعية على وضع غير سوي وعلى وضع فيه مخالفة للمفاهيم الأساسية الإسلامية وعلى رأسها الشورى لذلك وإحقاق الحق والتحقيق العدل ربما كان أول من طلع مصطلح التغلب ده سيد بن عمر عندما قلنا نحن مع من غلب لكنهم لم يحسنوا فهم المصطلح لأنه لم يضعوا في السياقه التاريخي فسيدنا عمر قال هذا القول على مين على قوتين كل قوة منهم معها جزء من الشرعية صحيح يعني مش على شخص كده نزل هبط بالبراشوت وحكم الناس ده القوة بتاعة الشام والقوة بتاعة الحجاز والعراق هذه أعطت واحد شرعية وهذه أعطت واحد شرعية فصارت إيه؟ فصارت الأمة إسلامية مقسمة بين شرعيتين شرعية في الشام وشرعية في العراق والحجاز عندما استضرنا عمر وعندما استضرنا عمر فهو تفسيره لعاق بس هو للأمانة للأمانة وصف المتغلب فهم لم يعتمدوا فيها على هذا القول لا هم يعني أساء الفهمة لها ثم يعني أساء التنزيل بعد ذلك فوقنا نحن مع من غلب بمعنى إيه؟ هذه فتنة ومن ثم طالما أنها فتنة فنحن إيه؟ لا نقاتل في فتنة ونربأ بأنفسنا عن القتال فيها فمن غلب منهم صار إيه؟ كان في الأصل معه جزء من الشرعية صار إيه؟ صار إماما للمسلمين من باب هذا فيه تخريج فيه تخريج فيه تخريج حقيقة لأن المستشرق عامل تونجيب حينما كتب عن تاريخ الحضارات الإسلامية وأراد أن يؤصل لهذا المفهوم بمعنى أن الحاكم يعني الخليفة هو مالي كل الدولة ليس موظفهم بالدولة يعني في مرة من المناظرات كانت عفوا مع بعض الأشخاص أنا قصدك أنه هكذا فهم الحكم هكذا فهمها أراد أن ينقل هذا المفهوم وللأسف دخل دخل الأصفة أنه موظف في الدولة هو موظف في الدولة وحتى فقاله سمك يفاكده يحكم بالوكالة بالنيابة فقال أن حكم التغلب هذا وجدت له التفسير حقيقة في بعض المسائل الفقهية الموجودة التطبيقية لتنزيل الأحكام لماذا نقول نحن دائما نقف في المسائل السياسة الشرعية إلى ما كتبه الموارد وغيره ولكن إذا ذهبنا مثلا إلى دار الفتوى خانة لمشيخية الإسلام تجد فقط كتبة عن الحاكم وتفاصيل حكمه ما يزيد عن 20 ألف وثيقة بالتفصيل كمسائل الفقهية مرة يعني خمنتها تخمينت سريع بمعنى نعطي مثال هل هو التغلب لسلطة التنفيذية أم للسلطة التشريعية والقضائية؟ سلطة التنفيذية يعني من تملك قوة التنفيذ فهذا له وجه الإمام عبد السلام ياسين رحمة الله عليه ناقش هذه الفكرة باستفاضة جميلة ومتميزة في كتبه سأعطي التطبيق لأنه أحيانا نحن نناقش الأفكار ولكن لا نقرأ أين طبقت يعني يجب قراءة الفكرة هل هي طبقت أم نتطبق ومعيار النجاح لو وضعنا معايير أن الفقه هو محرك للحضارة يعني وللتاريخ ولحركة تاريخ كما الدكتور عماد دين خليل أنتم استهرفتم وكان يركز على هذه النقطة بمعنى أنه يا شيخ الكريم لو نظرنا أنه التغلب هو تغلب سلطة تنفيذية هل السلطة التشريعية معطلة؟ مهم كانت النقاش يعني مع أحد الأشخاص موجب بالنظام الأوروبي النظام الأوروبي الآن يسعى لتحدي الأوروبي على تحقيق ثلاثة أشكال من الوحدة الوحدة الاقتصادية الوحدة القانونية والوحدة التعليمية صح؟ هل سؤال الاتحاد الأوروبي وصل إلى هذا المعايير؟ لا زال يحاول يعني حتى أرسموس معيار أرسموس دخل لأجل التعليم لكن طوال فترة الحضارة الإسلامية نجد أن هذه الثلاثية موجودة من الشرق إلى الغرب مستمرة القوانين هي تحكم والتعليم هو هو كتاب يظهر في الأندلس يظهر في بغداد الربع حرام حرام ما هو سبب أنه التشريع عندنا جزء من عقيدتنا جزء من الثقافة العامة لا مش ثقافة عامة بس له علاقة بعقيدتنا بديننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر